أفهم المشاهدين يقسم لي بالله العظيم أحد زميلنا أستاذ الطب النفسي في أحد الجامعات الإقليمية يعني في محافظة المحافظات الجيدة خارج القاهرة بيقول لي أن فيه راجل في كفر مش عارف إيه برضو ملحق بالمحافظة بيروحولوا في اليوم مئة ومتين واحد يطلع منهم العفارية وهم ماشيين من عنده بيكتبلهم في ورقة أقولهم بس من فضلكوا عدوا على الصيدلية هاتوا الدواء دا خدوا بيقسم لي الدكتور فلان الفلاني زميلي وحبيبي أن الدواء دي من الأدواء بتاعتنا اللي احنا بنكتبها للإضطرابات العقلية فالشيخ نفسه بصي بقى للعيش الجميل والأمانة يعني ونيجي احنا نسأل دول وسايبين أئمة الإسلام في مصر مش هنقض نعدد في أسماء ما شاء الله الناس في الأزهر وما شاء الله